بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالبة المنحان الرابعة في قسم هندسة الطب الحياتي معكم المحاضرة الخامسة حول Shift Registers Shift Registers ببساطة هو يتكون من مجموعة من Flip Flops غالبا ما تكون D Flip Flops وإلا تطبيقات جدا مهمة في خزنة Data وتزحيفها خاصة يعني إذا أردت أستاذ وإذا أحتاج إلى خزنة Data أيضا أحتاج إلى Shift Registers Shift Registers ما بي Specific Sequences مثل ما أخذناه بالCounter إنه عندي مثلا جوارة 2-3 أو جوارة 3-5 وهكذا في State معينة في Modules معينة وإنما تختلف حسب نوع Data لData يعني Whatever فمثل ما قلناه إنه طريق الحاجة للShift Registers هو الإخزن وتشفية الData اللي هي تكون على شكل One and Zeros اللي تتخلي من مصادر خارجي للShift Registers فببساطة إذا نريد نجي على الوحدة أو الوحدة المتكونة الShift Registers اللي هو بين D Flip Flip فمثل ما تعرفون عمل D Flip Flip إذا كان واحد موجود على الD فهذا الواحد ما رح يدخل للShift Registers يعني State ما Flip Flob ما رح تكون واحد إذا ما يكون عندي Positive Edge أو إذا ما سويت Reset لل Flippy Frop أيضا هنا إذا ما سويت Set ما رح يكون عندي واحد فبطريقتين حتى أخذه الواحد أما أدخل عن طريق D وأما أسوي Set وأيضا طريقتين حتى أدخل الصفر أما عن طريق D وأما أسوي Reset للFlippy Frop عندي عدة أنواع للShift Registers الأنواع نقدر نلخصها بالأشكال لأمانكم فالأنواع الرئيسية هي أربعة عندي Data In أو Serial In Serial Out مثل ما دعوا تشوفون عندي يعني الData تدخل بشكل Serial وتزحف مثل ما هنا مثلا هنا هذا مثلا يزحف الData إلى اليمين وتطلع الData بشكل أيضا Serial عندي احتمال هو نفس النوع اللي هو هم أيضا Serial In Serial Out بس لتزحيف الData الShifting يكون على اليسر النوع الثاني اللي هو Paral In Serial Out يعني دخول الData بشكل متوازح ووجه سيريال هذا يفيدني مثلا تطبيقات يفيدني ينقل الData من الكمبيوتر إلى المحيط أو إلى العالم الخارج عن طريق الانترنت أو غيرها مثل ما تعرفون نقل الData داخل الكمبيوتر من البروستسر إلى الميموري إلى آخره يعني داخل الكمبيوتر مالة الحاسبة يكون دائما النقل Paraloo يكون عندي أنقل الData بين البروستسر والميموري وبقائة الأجزاء الموجودة عندي Paraloo مثل ما تعرفون مثلا الكابل موجود مالة الحاسبة المضوط على الانترنت أو الواي فاي تنقل الData سيريالي السرعة مثل ما تدرون بها bit per second تقراها مو bit per second فسيريالي فلازم أحول الData من الحاسبة حتى أطلعها Paraloo من البروستسر للسيريال فهذه طبعا التطبيقات المالة مهمة بهذا المجال النوع الآخر هو بالعكس يعني إذا إجت لداتا من الانترنت حتى داخل هنا وزح البقائة أجزاء الحاسبة هو كود أحتاج إلى Shift Register بسمونه Serial In Paraloo Out إذا حال في Data طبعا Whatever إذا على اليمين أو الإسر لا يوجد مشكلة المهم يعني يصفط الData مثل ما نقول يصفط ها بجسم Register بعد ذلك يبعث ها كلتين بشكل متوازن النوع الرابع اللي هو Paraloo In وال Paraloo Out اللي هو مجرد Power يستخدم Power موجود داخل الكمبيوتر components إلى استخدام تواصعة جدا أيضا قد يستخدم الRegister كRing أو Rotate Ring فهنا عندي يسوي Rotate لليمين يعني أحتاج أنه الData أدورها بشكل حلقي فعندي هاي مثل ما داشو النوع هنا عندي Rotate to Right وعندي Rotate to Left فهاي عندي تطبيقات أو أعمال أو Operations موضحا أمامكم نجعل النوع الأول اللي هو Serial In Serial Out اختصارا كتبونا S.I.S.O. Shift Register وواضح أمامكم الData تدخل عندي بشكل سيري مثل ما داشوف و الData الداخلة للFlip Flop الأول تجا عن طريق المصدر الخارجي بينما Flip Flop الثاني يستلم الData من Flip Flop الأول والFlip Flop الثالث ياخذ من الثاني والرابع وهكذا يعني كل واحد ياخذ من اللي قبل دات همالته هذا سيري يدع نقل ويا كل clock ذات النقل الـ component وهذا 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 ويا كل clock طبعا سرعة النقل تعديم عليه سرعة الـ clock الموجود عندي وأخرج الData بشكل serial فهنا أنا صار عندي serial in serial out example show the states of five-bit register in figure four for the specified data on board and clock waveform هنا عندي data in مثل ماذا أشوف والregister مربوض بشكل serial وعندي data out اللي هي أيضا serial فهنا هذا النوع عندي serial in serial out داي ريد الـ states كل ما five يت register يعني ريد الموج ما الـ q not q one q two q three q four داي يقول assume the register is initially cleared all zero كل صورة البداية فالمنطيني ها هو clock ومنطيني data in data on put صارب على هذا الشكل على هذا الـ wave form ومثل ما قال هو انه افرض انه الـ q note و q one two three four كل هن initially على zero في ويا اول clock راح تدخل data on put الى من flip loop الاول اللي هو مربوط مباشرة على data on put راح يكون state malta باعتبار جالي trigger راح يكون state malta مثل data اللي موجودة ولا تنسون انه q one ياخذ من q note q one ايضا ينطي لل q two q two ينطي لل q three q three ينطي لل q four فعموما هنا كان به نصفارة فهذا الصفر النقل الى 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 بال clock الاخر ايضا ايجا واحد مثل ما دا شوف من ايجا trigger اخر ايضا ايجا واحد فدخل واحد اخر الى q note والواحد ما الى q note راح الما يروح لل q one والصفر ما الى q one راح لل q two والصفر ما الى q two المراح انا موجود بهذه الفترة الى q three والصفر مع q three راح لل q four هاي الفترة انا موجود بها بقى state مثل ما موجود انا امامكم 1 1 0 0 0 وصالت الى هنا اجا التريقر الثالث ومثل ما دايشوفون اكون عندي zero مربوط على data unbot فهذا zero راح يدخل الى q note او ال q note راح تكون 0 وال 1 راح تروح الى هنا وهي الواحد راح تروح الى هنا او هذا الصفر راح يجي هنا وهذا الصفر راح يجي الى هنا اجا لوق آخر وشان اكو واحد فهذا الواحد راح يروح لهنا وهذا الصفر الى هنا وهذا الواحد الى هنا وهذا الواحد الى هنا وهذا الصفر الى هنا الى آخر ه الى ان دخل ال data كلها بعد ما عندي الحال خلاص مثل ما دايشوفون فصارت عندي الستات ما تلكيو نوت والكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 والكيو 4 كلاتي 0 1 0 1 1 الان النوع الاخر اللي هو السيريول انبارالل اوت شيفت رجستر اختصارا نكتبونا اس اي بي او يعني سيريول انبارالل اوت فالدخول الداتة هنا دخول الداتة بشكل سيريول دخول الداتة بشكل سيريول والخروج مالتها بشكل يعني ممكن اصفحي الال بشكل سيريول يعني انا كل ما تدخل داتة اقدر اشوف البرالل اقدر اشوف الموجود عندي ممكن اجمعهم طبعا ويجيلي فات قيت مثلا وهي كل اربع اكلوك يالله اخرج ممكن اضيفة شيء اضافي بحيث ما ما اسوي بارل اوت الا بعد مثلا ما يتقبط مثلا رجستر فعملون هاي بالسيمبل فور مثل ما شوفونه امامكم النوع الاخر اللي هو البرالل ان سيريول اوت شيفت رجستر مثل ما دا اشوف امامكم اما يعني دي اناه باعتبار بالل ان باعتبار بالل ان مثل ما دا شوفون دي يعني الوض بالبداية كل الدي كل الـ flip flips عن طريق الـ الـ D note والـ D1 والـ D2 والـ D3 بشكل متوازي قبل في حالة إذا كان عندي لود إذا كان عندي لود رأسا الـ data تدخل الى الـ الـ shift register كله هنا بشكل متوازي إذا ما كان عندي لود يعني هنا عندي عمليين هذا الـ shift register سوي لود و سوي shift إذا ما عندي لود عندي shifting لأنه أحتاج أسوي لهم shifting حتى أطلعهم لأنه الشغل ماته هو serial out فورما سوانه الـ loading كل الـ data لـ flip flip بعد ما سوانه الـ loading طبعا بـ clock واحدة هو سوي loading مرة واحدة وورما سوى الـ loading راح يسوي لهم shifting طلعهم حتى يطلعهم بشكل serial بشكل متوازي فهنا أحتاج هذا الـ additional logic gate لأنه الـ data mode flip flips أما تجيل عن طريق الـ D1 D2 مثل ما دع شوفه باللون الأحمر أما تجيل من الـ D1 وأما تجيل من الـ D1 وأما تجيل من الـ شفتنك وأما تجيل من الـ D1 إذا كان بحالة شفتنك كذلك بالنسبة لهذا الـ الـ data تجيله أما من Q1 إذا كان بحال شفتنك شفتنك وأما تجيل من الـ D2 إذا كانت بحال لودنك فلذلك أحتاج يفصل لي إذا كان الـ load فيجيلي من D2 وإذا كان شفت يجيلي من Q1 بالنسبة لهذا الـ flip flow أيضا إذا كان الـ الـ shift register بحالة shifting لازم تجيله الـ data من الـ Q2 فربطناها على shift وإذا كان بحالة load تجيله من الـ D3 فربطناها إلى load بالنسبة لهذا الـ flip flow تجيله من مصدر واحد الـ data اللي هي من الـ Dnode اللي هي من الـ Dnode دائما يعني مفتوحة الـ Dnode عندي فهي بالنسبة للـ parallel in serial out بالنسبة للعمل ما تجيله ما يحتاجين لهذا الشي يعني لازم يكون موجود وإلا يعني ما يشتغل بشكل صحيح يصر عندي loading يصر عندي shifting في مصدرين مفوض أفصل هنا بـ logic gate هنا مثال منطيني block diagram من شكل block diagram هو parallel in shift register shift register shift register 4 يعني 4 bit data mat D باعتبار data in فـ Dnode D1, D2, D3 اللي هي data in والـ data out هو دا شوفونا serial هذا يطلق عن طريق الـ Q3 من الـ Q3 من الـ 5 من الـ 4 في أيضا عند الـ shift و الـ load إذا كانت الصفر هاي راح يكون لدي يعني يدخل الـ data عن طريق الـ D1 و D2 و D3 إذا كان shift لا راح فقط شفتها عندني ما راح أثر عنه وعندي ايضاً الكلوك بالرسم منطيني الكلوك ومنطيني الاشارة ما تشفت فعندي الكلوك الاول بالتريجر الاول باعتبار الكلوك يشتغل عن الـ صار بيه لود فراح يدخل كل الـ دي نوت دي وان دي تو دي ثري فخليه توقع صار عندي هو اللي ريده طبعاً اللي ريده فقط الـ الـ data out يعني ما يريد يطلع لك يعني الـ الـ Q1 والـ Q2 والـ Q نوت ما يريد هيريد فقط الـ data out اللي هي Q3 فإنشيالي يفارض انه عنده كل صفارة فعندي الكلوك الاول سوى loading فدخل الواحد والصفر والواحد والصفر فبمانا هو دخل الصفر اللي هي الـ data اللي مسلطة على الـ flip-flop الأخير فالـ Q3 راح تبين 0 فهنا بينت 0 بعدها ارتفاع راح يسوي shifting من اجا كلوك اخر يعني سوى shifting هنا فراح الـ D1 راح تدخل الـ Q3 صارت واحد والصفر صارت عندي الـ Q2 والواحد صار عندي الـ Q1 الكلوك الاخر الثالث طلع الـ D1 يعني طلع الواحد دخل بمكانة 0 وعند الـ clock الرابع دخلت الـ D9 إلى الـ Q3 بعدها ما عندي ذاتة هنا يعني خالحة مجهولة فهذا الحلمات السؤال او الاكسامبل اللي امامكم اللي يمثل الـ Parallel-In, Serial-Out, Shift-Register النوع الثالث اللي هو الـ Parallel-In, Parallel-Out او النوع الرابع اللي هو اختصار نقل عليه P-I-P-Out, Shift-Register مثل ما دا اشوفون الـ Parallel-Data مفصولة يعني احنا مثل ما دا اشوفون مدخل واحد فقط يجيل عن طريق الـ D ومخرج واحد الى الـ Q1 وهكذا باقية الـ Flippy Flops فماكو داعي نفصل مجرد انه ندخل الـ Data بشكل Parallel نطلع حين بشكل Parallel وهي كأنه عندي الوحدات الخزن مالتي الميموري مالتي الرام تنقلها الـ Data-Ram مثل ما داعرفون عن طريق الـ DataBoss بشكل Parallel ونسترجعها نجيبها ايضا بشكل Parallel احنا نوع من انواع الـ Register وهو ما يعرف بالـ Bio الـ Bio Directional Shift Register الـ Bio يعني الى جهتين يشفت يمنى يسرها فمثل ما واضح امامكم بالشكل الـ Data اما تدخلها عن طريق الـ Q3 اعفون عن طريق الـ D3 اخس اسف عن طريق الـ D3 وتشفت الى جهة اليسار يعني اذا دخلت الى الى جهة الـ D3 فراح تشفت وطلت تشفت يعني الـ D2 يستلم داته من الـ Q3 والـ D1 يستلم داته من الـ Q2 والـ D0 يستلم داته من الـ Q1 وطلت تشفت عنها اذا كانت تشفت الى جهة اليسار اذا كانت تشفت الى جهة اليسار اذا كانت تشفت الى جهة اليمين احنا قلنا بـ Bio Direction فراح يكون الـ D تدخل للـ Data عن طريق الـ Serial in يعني serial in اما الدخل الداتي منها و اما الدخلها منها حسب التجاه التشفيط فاذا كان التشفيط على التجاه اليمين راح يكون serial in داخل الى ال d note وال d1 تستلم داتي من ال q note وال d2 تستلم داتي من ال q1 وال d3 تستلم داتي من ال q2 فهنانا لازم ايضا احتاج الى additional logic gate مثل ما ادا شوفهم بالشكل فاذا كان بالنسبة لل serial in اما تدخل الى d1 اما يكون عندي التشفيط الى جهة اليمين فاذا كان التشفيط الى جهة اليمين فال dاتي راح تدخل الى d note فرابطين احنا ال gate الخاص باليمين ال right signal رابطيها وهي serial in فيكون مدخل من التشفيط بفلوب الاول عن طريق ال serial in serial data in اذا كان على جهة اليسار فقلنا احنا علي من ان يستلم يستلم من ال q1 فاذا كان عندي left يعني هاي ال signal راح تشتغل left فلازم ويا left اربط ال q1 فالدخول يكون عن طريق ال q1 ويا left ويا gate 5 ويا g5 فكان عندي مدخلين اما من ال serial in اذا كان التشفيط باتجاه اليمين واما من ال q1 stream data in malta اذا كان التشفيط باتجاه اليسار كذلك بالنسبة للمدخل مالت الفلب الفلب الاخر يكون ايضا ايضا يعني مدخلين او اختيارين او option اذا كان التشفيط الى جهة اليمين فلازم المدخل مالت اليمين ياخذ من ال q1 فلذلك q1 ربطناها ويا ال right عن طريق ال g2 واذا كان التشفيط الى جهة اليسار فلازم نربط المدخل راح يجي لي من ين ياخذ من q2 فال q2 مربوط ويانا مع g6 مربوط مع left بالنسبة لل flip float الثالث ايضا يكون احتماليا للمدخل اذا كان عن جهة اليمين فلازم ياخذ من q1 لذلك right الروبط ويا q1 عن طريق g3 واذا كان التشفيط عن طريق اليسار فلازم d1 تدخل للداتا عن طريق q3 ويا left ومربوطات عن طريق d وكذلك من نسبة ل في flip float الاخير اما يكون التشفيط عن جهة اليمين اذا يمين راح يستريم لq2 واذا يسار المفروض يستريم من السيريال data n فلذلك السيريال data n الربطة ويا left عن طريق g8 هذا بنسبة الbiodirectional shift register example على الbiodirectional shift register determine the state of the shift register after each clock pulse for the given right left control ambit waveform بداية q1 وqnote عندي الواحد q1 عندي الواحد q2 عند الصفر q3 عند الواحد ومثل ما دايش شوف انه عندي right left هاي 7 notes مالتين فاذا كانت واحد راح يكون عندي shifting right black lock الاول اذا هو right اذا هو shifting right معنا data mal qnote عفوا نطين ايضا معطى ثالث معطى مهم ايضا انه serial data on put هي على low يعني الداخلة كل صفر serial data n مربوطة على low فبما انه صار عندي shifting عرات فال q note راح تنطين ل q1 و q1 راح تنطين q2 و q2 راح تنطين q3 و راح تدخل لل q note راح تدخل صفر ليش لانه قلني serial data on put اول low بال clock الاخر لازال عندي shifting right فايضا نفس الشي راح يدخل لهذا صفر راح يدخل لهذا صفر هسان هنا راح يدخل له صفر عن طريق serial data on put وهذا الصفر راح يروح لهنا وهذا الواحد راح يروح لهنا وهذا الواحد راح يروح لهنا عند clock clock الثالث صار عندي left فمعناه بالعكس راح هذا الصفر يروح لهنا وهذا الواحد يروح لهنا وهذا الواحد يجي لي الى ما ودخل هنا عندي صفر باعتبار صار المدخل serial data on put صلطت هنا لازال عندي left فمعناه هذا الصفر راح يدخل هاي صفر وهذا الصفر راح رول هنا وهذا الصفر الى هنا وهذا الصفر الى هنا وإلى آخر ه الى انت صوار مثل ما تشوف ون بعد ما سويت كذا left كذا right وقد عندي state مالتهم كأنه أغلب نحن صفر مع ده فهذا كمثال توضيح البيا directional shift register هنا عندي ما يعرف بس فور 194 اللي هو يعتبر universal shift register اللي بإمكانية يسوي biore directional shifting يمين ويسار وأيضا ممكن ممكن أستلم الداتا parallelly عن طريق D note D1 D2 D3 وممكن أيضا أستلم الداتا أستلم الداتا serially إذا أرد دخل الداتا عن طريق serial left or right وأيضا أقدر أطلعها parallelly الداتا وهنا عند الclock وهنا clear حتى أصف S note والS 1 هي mode مالت register إذا كان 00 الصور ما يسوي أي شي وإذا راح نشوف حسي بالشكل شلون العمل مالت المعطب للسؤال هو clock والS note والS 1 اللي بدنا عليه mode control وتتحدد لشغض shift register إذا إذا 1 1 راح يسوي loading معناها معناها الدخل ما موجود على data على D note والD 1 والD 2 والD 3 إذا كانت S note والS 1 1 صفر راح يسوي shift لل right إذا 1 صفر وإذا 0 1 راح يسوي shift لل left وإذا 0 صفر قلنا inhibit يعني ما راح يسوي أي شي مثل ما هو كأنه قافل كأنه خازن data منطيني أيضا clear ومنطيني serial left right serial data onput عن طريق left عن طريق right ومنطيني barrel data onput اللي ريده هو barrel output اللي ريده هو barrel output ف ويا ال clock الأول هنا عندي clear ما لا علاقة بما أنه صار clear ولي clear هو 0 enable راح يصفر كل ال cues الموجودة عندي كون صوار صغرا data هاي state model ما راح يصير به شي هنا مجرد المصدطات بهذا الشكل عندي Q1 هنا راح يصير شنو عندي clear راح يعني راح يصير عندي 1 1 راح يصير عندي load معنا 1 بالD note والD1 والD2 والD3 راح يخليهم بالQ فخلي هنا بالD note خلي 1 يعني Q عفوا صار 1 والD note دخلت على Q1 صار صفر وصار عندي 1 على Q2 صار عندي 0 على Q3 بعدها بالclock هذا صار عندي S note والS1 1 صفر اللي هي shift right معنا راح يشفت الى اليمين بما انه شفت الى اليمين راح توقع serial right راح تدخل الى Q note serial right راح يتدخل الى Q note هي هسا لازالة صفر فراح يدخل للQ note صفر معناها والواحد مع الQ note يروح للQ 1 والصفر مع الQ 1 يروح للQ 2 والواحد مع للQ 2 يروح للQ 3 بالكلوك هذا راح يكون عندي لا زال عندي الShifting للRight فمعناها ايضا راح تدخل ال serial right المن هنا 1 راح تدخل الى Q note تدخل تدخل ال Q 3 و 1 تدخل ال Q 1 تدخل ال Q 1 تدخل ال Q 3 لا زال لا زال shifting right ايضا تدخل 0 ال Q note عليها 0 وال 0 ما لا تدخل ال Q 1 تدخل Q 2 0 و Q 2 تدخل Q 3 لا زال shifting right باعتبار عندي S note 1 وال S 1 0 وهكذا تدخل ال data الى اخر الى ان يجي shift right ف راح يكون عندي serial left هي راح تدخل لل Q 3 serial left هي راح تدخل لل Q 3 ما موجود ب Q 3 راح يروح لل Q 2 راح بعد ما صار عندي هنا data صار عندي mode S note S 1 00 ف راح يخفض ال data ما تدخل بعد serial in left ولا right ف راح يبقى محتفظ ال data اللي هي 1 0 1 0 هذا كمثال على shift register نجي على shift register counter ممكن انه shift register يصير counter ما يعرف shift register counters with a serial output connected back to the serial output يعني المخرج مالت الاخر واحد تدخل الى المدخل ما الاول واحد عندي نوع من shift register counters هو Johnson counter والring counter Johnson counter بشكل مبسط complement يعني Q bar مالت اخر واحد تدخل الى الى D انبوت مال اول واحد مثل ما موضح بالفجر 14 السراح هذا الفجر 14 مثل ما دا شوفون Q bar تدخل الى انبوت مالت الاول واحد ما D مال واحد تدخل تدخل جونسون counter هنا عندي شكلين جونسون counter 4 bit johnson counter 5 bit johnson counter ايضا 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 اذا كان counter بادي من الصفر كله من الصفارة فالراجع راح يكون واحد الفريق الفلوب الاول مثل ما موضح امامكم table 1 و table 2 هنا بداية اذا كنه نصفارة فراح يرجع شنون المال هذا اللي هو واحد المال ال Q 3 يرجع بعد ال clock الاول راح يرجع ال يدخل ال Q note وهذا ال Q note راح يدخل ال Q 1 وهذا طبعا يرجع له مدام انه Q3 باقي عصص صفر ف Q3 بار اكيد راح يرجع واحد الى انه يكون لكل الواحدات فهنا 8 صفر راح يرجع يصر هنا عندي صفر و راح الصفر هذي يشفت وهكذا يرجع ال state 8 مثل ما دايش شوفون ال state عدد state ما 4 bit johnson counter هن 8 state ما عندي غير 8 اذن و state ما 5 bit johnson counter عندي 10 مثل ما تشوفون عندي 10 فقط ما عندي غير هن فاذا كان عندي n bit counter n bit johnson counter معنا عندي modules ما راح تكون 2 n modules مال t او state ما راح تكون 2 n اذا كان 6 معنا 12 modules بالنسبة ring counter ring counter مثل ما اشوف out و اخر واحد راجع ال dma الاول واحد ممكن عن طريق dbc clear ادخل data واضل ادور ها يعني رنج عندي تدوير صحيح تدوير data الى اخر مثل ما ادر شوفون فهنا عندي dbc مثلا اذا خليت الصفور راح يدخل عندي واحد وي ال clock الاخر راح ادخل عندي واحد وهنا لانه صار عندي تزحيف صار عندي واحد اذا بقي هنا صفور اعم شوه active high signal راح يدخل هنا صار عندي واحد 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 اقطع من عد راح يدخل يعني اخلي صفور فرح يصر هنا راح يرجع الصفور ما له هذ يدخل هنا وهكذا فممكن انه اسأول ترتيب اكثر من مرة ايضا باستخدام clear اقدر اصفر كل دن الرجستر مثل ماذا اشوف مسيطر على بقية lvb phlobs بينما lvb preseed مسيطر على lvb phlob الاول فكمثال على الشغل ما التمي اذا دخل واحد عن طريق preseed هذا الواحد راح يضل يزحف ويرجع للاخير اذا دخل واحد ايضا ذن الواحد يضل يزحف يخلص ويرجع يفتر فهذا شغل ring counter هنا مثال if 10 bit ring counter 2 figure 8 2 24 اللي شفت نام الساعة as an initial state منطيف initial state بهذا الشكل determine the waveform for each of the q output هذا يعني هذي state mounted يعني initial هذي state mounted فراح يفتر هذا الstate راح يفتر هذا الصفور بعد كل clock هذا الصفور رجعنا وهذا الصفور رجعنا وهذا الواحد تقدم فصير عملية تدوير بين الواحدين فهذا الشكل موضح اماركم بال waveform وشكرا جزيلا لحسم شكرا